ايفم احلى راديو وعسلام ومرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعون فينا طواما دي ثلاثة وثمانية دقائق هذي يقالوا ايفم سبيسيال سانتي باي ميت بونتين اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقربة بيبليك وتخدم معه موعد على الانترنت وتنجم وزيدة تتفرجوا في الاميسيون مباشرة على موقع ميت بونتين وتنجم وزيدة اتخليوا الاسألة متاعكم موضوعنا اليوم ما هو صدمات الموخ عند الرضع والاطفال وحاضر بحضينا دكتور شكري شتورو طبيب مختص في جراحة الدماغ والعامود الفقري مرحبا بتليفونتكم على الواحد وثلاثين ثلاثمائة وثمانين الف دكتور مرحبا بيك بحضينا في ايفم بيك عايشيك اللي تبعوا فينا عايشيك اللي خليك دكتور احنا نوى باش نحكيوا على صدمات الموخ عند الرضع والاطفال ونعرفوا اللي صغيرات ولي بيبي نجم وصيروا انوا يتيح واحدوا مثلا يبدلوا في الكوش مايردوش بالهم يبدأ في الخطوة للمتاع وينجم يمشي يبدأ يلعب مع أصحابه ينجم يتيح ويتضرب وينجم يتضرب وينجم يتضرب يجي على رأسه جنغ الموال عبيد اول ما يتيح الصغير على رأسه يقول لك الرأسه يخافوا يتفاجعوا وميعرفوا شنوه يعملوا وميعرفوا شنوه يحركوا وميعرفوا شنوه يحركوا وشنوه يعملوا ويستنوا ويصعافي هزوم هوما طول الاسبيتر وإلا الاستعجيل احنا اليوم بش نفسرون بلوزوم وا الصدمات متاع المخ هذوما شنوه هوما اسكوفام هفارق بين المخ متاع الرضع والمخ متاع الأطفال والمخ متاع العبد الكبير وإلا لي وشنوه ما معناها التصنيفات بلوزوم وا متاع الصدمات هذي وشنوه يلزمنا نعملهم هيتم اللون فاسروا لهم ديجا اسكوفام هفارق بين مخ صغير بيبي وإلا كبير شوية في العمر طفل خالي نقولوا وحنا والعبد الكبير بالضبط هو الصدمات اللي عند الصغار تختلف ما بين الصغار عند الولادة حتى السن سنتين ثلاثة سنوات على لقصة تقدير خاصة لتحت السنتين هذو ما يمثلوا ومعناها جانب مختلف كليا على الكبار بعد العامين وبعد ثلاثة سنين تقريب الصدمات عند الصغار اللي فوق السن هذي يقتربوا ياسر من الصدمات عند الكبار ومن جياء أخرى زادا الأسباب متاع الصدمات الرأس في الجزء هذي متاع العمر ما بين الولادة أول يوم في الولادة حتى السنتين الأسباب تختلف والأعراض تختلف وحتى نوعية الصدمة في الدماغ وقت اللي نعمله ثورة بالكمبيوتر بالسكنار مش لقاوة مختلفة على الكبار وهذهما ثم خاصيات فيزيولوجية وخاصيات تركيبية معناها أناتوميك عند العمر هذي ما بين صفر يوم ما بين اليوم الأول وسنتين اللي هي مختلفة برشا عند الكبار وتون في السرع ليش بالنسبة لأسباب ثم تقريب أربع أسباب ثم الصدمات العادية اللي كما كنت تقول عليها اللي تسميه الارتجاجات الخفيفة اللي كوموسيون سيريبرال ثم الصدمات اللي تاقع عند الولادة دونك التروماتيزم إكرانيان دينوفوني عند الولادة في وقت الولادة وقت اللي الصغير قاعد يخرج للعالم هذي ثم الصدمات اللي ناتجة على عنف مصلط على الصغار خاصة من الصغار اللي أقل من عميل وهذو ما يمثلوا معناها جزء خطير بالنسبة للمستقبل الصغير وتون في السرع ليش دونك إحنا إذا كان مش نبدا وتون نحكيه ونحكيه عن الخاصيات هذي اللي تحط الصدمة عند الصغير مختلفة عند الكبير علش الخاصيات الفيزيولوجية والتركيبية أولا الصغير وقت اللي يتولد يتولد تقريب عنده كتلة دموية 250 مليليتر 4 إطرع مقابل مثلا 5 و 7 لترات عند الكبار 250 هذو ما مليليتر تعتبر نسبة ضعيفة برشا دونك وقت اللي تصير جرح صغير في جسمه في راسه مثلا أقل خسارة اللي هي تعتبر مثلا نقوله 20 مليليتر عبارة نزيف حد عمد عبد نزيف حد عمد الكبير بنص سترة تقريب العشر 20 مليليتر يقابله تقريب نص سترة عند الكبير معناها اختارة كبيرة متعدم ولا النزيف عند الصغير راه فيه سياتي معناها تعكرات تعكرات كبيرة وتوصل حتى الوفاة ساعات في فترة وجيدة ساعات قبل ما يعطي علامات النزيف هذك قبل ما يعطي علامات على الدماغ يعطي علامات معناها يعقف القلب والتنفس لأن كمية الدم كما قلنا عند الصغير 250 مليليتر في الولادة نص سترة تقريب في ستة شهور مقابل أن الدماغ يوزن 300 إلى 400 جرام عند الولادة اللي هو يعتبر مقارنة بالجسم متاعه ثلاثة كيلو يتسمى كبير الدماغ مش كما عند الكبار ثلاثة كيلو مثلاً الدماغ مقابل سبعين كيلو دونك الدماغ عند الصغير يتسمى أكبر من الجثة متاعه من الجسم متاعه ببرشا دونك وهذا يزيد عنده خاصيات في الحوادث الدماغ الحاجة أخرى 20% من تدفق الدم من القلب عند الصغير يمشي للدماغ دونك إذا كان صار نزيف كما قلنا الساعة النزيف فيه ساعة يعطي علامات نقص أكسيجين وتجلطات في الدماغ بسرعة وحاجة أخرى التي يزيدها خاصية عند الصغير وهذه حاجة باهية تأقلم الدماغ مع الحوادث يحط أنه ديما إمكانية التحسن وإمكانية حتى ولو صار حادث خطير شوية في الدماغ ديما الدماغ عمتاع الصغير قابل باش يتفادى التعقيدات الكبار اللي عادة نشوفوها عند الكبار بدون رجعة صغير مثلا صار له نزيف في موقع حركي للنص الأيمن أو النص الأيصر من جسمه أو موقع اللي يمشي واللي يبعط لك موقع الكلام ينجم يتحسن قبل ما تصير وقت الكلام وقبل ما يصير الوقت المشي لأنه تم معناها آلاف وملايين الخلايا تتلم على الحادث هذاك وتتأقلم مع الوضعية لأنه الدماغ ما زال في حالة نمو معناها حتى كيتولد تم حاجات مش تتنمو مع الأشهر والسنوات القليلة القادمة مش معناها واحد تولد كل شيء كامل مثلا تم حاجة اللي زينا نعرفوها عند الصغار أنه مادة الميلين هذية اللي تحمي الأسلاك العصبية في الدماغ موجودة قلة عند الصغير وتتكون بعد السنتين ثلاثة وهيك نحن نشوفو مثلا الصغار يقل من العامين معرضين يسر للصرعة والصرعة متاح متجم تكون محترة معناها وقت اللي تصير صرعة تجم تتكرر برشة مرات لأنه ما تماش الكمية الكافية من الميلين اللي ملتفة حول الأسلاك العصبية في الدماغ بيش تحمي الدماغ من الصرعة لذلك هذه الخاصيات تقريب خاصيات زادة تأقلم الجمجمة الجمجمة فيها وقت اللي نتولد حتى للسنتين الجمجمة ما هيش مسكرة ما هيش كومباكت محلول يقولك جاني غالمون ببيراس ومازيل محلول مازيل يقصدون بارتي الفوق قنية اللي الهنية اللي هل فوق قنية بلزو مواصم بسوري اللي هذو ما الجمجمة ما هيش كما قلنا كتلة عظمية منغلقة على نفسها هي مفتوحة بخطوط يتسمعون خطوط عرضية وخطوط عطول دونك ثم عدة خطوط اللي تحط العظم ما هوش العظم كما عند الكبار ما زال معناها مليابل معناها يتأقلم مع الأوضاع وخاصة هذيك الخطوط وهذيك الفتحة الأمامية والخلفية يتسكروا بكلهم تقريب في عام ونص عامين باش يمكنوا الدماغ باش ياخو حيز من النمو بعد الولادة معناها السنتين لولين ودونك هذوما الفتحات هذوما اللي ممش موجودين عند الكبار هما بيدن مش يسبوا حوادث للدماغ اللي ملقاهوهاش عند الكبار ونحكي وعليه ياتيك صحة دكتور غلاي خليك على توضيحات هذي لكل عضو فكركم اللي موضوعنا اليوم هو صدمات المخ عند الرضع والأطفال وحذر بحدان الدكتور شكري شتورو طبيب مختص في جراحة الدماغ والعمود الفقري إذا كان عندكم أسألة في الموضوع مرحبا بتاليفونتكم على الواحد وثلاثين ثلاثمين والأطفال رجعنا لكم من جديد مكاملين مع بعضنا من تواحد اكش للأربع متعلقشيات نجم تكلمون على الواحد وثلاثين ثلاثمين وثمانين الف موضوع اليوم هو صدمات المخ عند الرضع والأطفال وحذر بحدان دكتور شكري شتورو طبيب مختص في جراحة الدماغ والعمود الفقري مرحبا بتاليفونتكم على الواحد وثلاثين ثلاثمين وثمانين الف طبيب إذا كان يسمى فينا دي باران دكتور وقال لنا كفيش نجم نعرف الطيحة لطاحة صغيرة متاعي أسكو طيحة خفيفة طيحة كبيرة طيحة تستدعي ننهز للسبتار خطوة ما حاجاتهم بعد نحكي لك عليهم يعملهم وما وحدهم معنى فمش وقف نزيف أكل بنو كجميع هذو كنقل لكم بعد عليهم دون كل قاي كفيش نجم نعرف فينا الطيحة ذا خفيفة وإلا نهرين ثلاثة ودون ما عندو حتى موين باش يوصل للحالة متاعو للانطغاء معناها للمحيط متاعو ثم علامات تظهر والعالمات هذيك نجم وإحنا نحكم على الطيحة هذيك تستوجب معناها التدخل في صور مثلا ولي حاجة واللي نجم ونستنى ودون كيفاش هو ساحنا كما قلنا نقسم الحوادث هذوما على ثلاثة أجزاء لن نحكي عن الارتجاج الخفيف اللي هي تقريب غالب الحالات متاع الصغار الارتجاجات الخفيفة اللي تقريب 80 70% من الحوادث عند الصغار تدخل في خفيفة تدخل في الميدان هذي وباتلي كان أحكي على الحوادث الخطيرة معناها المالتخل تشير إلى سوق معامل الصغيرة ولا تصل تسليط العنف علي والحاجة والموضوع الثالث اللي هو الحوادث اللي تصير عند الولادة دونك نبدا وإحنا بالحاجة اللي هي معروفة معروفة معناها اللي تقلق تقريب وحصلت للولدين الكل أنه الصغير يطيح مثلا هذو معناها الارتجاجات الخفيفة كيفاش نعرفوها هو الصغير يطيح مثلا واللي يتضرب بحاجة واللي يكون راقد مثلا في اللوندو متاع ويدور يتضرب في الشوكة متاع اللوندو مثلا يجي في القاعة بحاجة واللي يبدأ ما زال ما بداش يتقلب وهي في بلا حاتتهم فقط تقلب جيل لوتا ولا في تابل دو شانج تقلب هذن هم هم المعروفين وهو جيني غالمون الصغير يبدأ صغير في العمر يقوم يبكي يبدأ كبير شوية هذا ينجم يتقيق يرد إذا كان تقف الأمور عند التقيق وشوية وبعد يرجع عادي لا يزمن نتقلق لذلك الطيحة خفيفة ومصار شاية معناها البكاء معناها وجيعة في الراس والتقيق الزوز هذو مع العلمات هذو مع الزوز التقيق والبكاء دليل على أنه تم الغشاء الخارج متاع الدماغ معناها صار له كل يشد ودونك يعطي العلمات هذية وبعد الصغير درج درجين يرجع عادي ياكل عادي ما يعودش يرد ما يصيروش مشكلة في النوم ما يبكيش مرة أخرى ولكل هذيك نجم وإحنا معنا لأقلاق حد وحد تيحة ما حد وحد تيحة وصدون مثلا ماكسيموم ستة سبعة ساعات وإحنا نراقبوه إذا كان ما تمشي معناها ما تمشي نبس نمشيو الأكثر شوية وقت اللي صار تقي وصار بكا واللي مثلا كبير شوية في العمر مثلا عام ونص واللي عام واللي عام وثمانية شهور وكل راسه يوجع وتقي وفي قد الوعي واللي هذي خطوة أخرى نحو خطورة معناها حالة مستعجلة شوية حالة مستعجلة شوية واللي مثلا تصرع تصرع مثلا مدة دقيقة نصف دقيقة حتى ربعة دقيقة وبعد فاق مسترع هذو ما بتطبيع علامات تولي علامات معناها هامة وقت الصغير يجب ويمشي المركز من المراكز المستشفى واللي يصح ولي هو يزم يقوم معناها بكشف بالسكنار فمثلا إذا كان تم حاجة بتطبيع نحكي ولي مش نوم الحاجات وإذا كان ما تم حد شي ينجم يروح معناها هو أمه ويقعد معناها تحت المراقبة من طرف أبوه ومو المدة 24 ساعة وبعد لك فات الحكاية إذا كانت نفخت البلاسة متاع تيح وماذا يصير ولا إذا كانت نفخت الدماغية لبس عليها معناها يأكل ما يبكيش مايردش معناها ذاك صار نزيف تحت الجلدة سيفاليماتوم تقولوا إحنا معناها ما بين الجلدة متاع الرأس وما بين الجمجو من برع معناها خارجية تسمى مش داخل النزيف نزيف تحت الجلدة تحت جلدة الرأس إذا كانوا صغير صغير في العمر أقل من 6 شهور والنزيف كبير شوية معناها النفخة ذاك اللي تحكي عليه هام معناها واخو مثلا منطقة هامة في الدماغ في تحت الجلدة معناها متاع رأسه وقتها يزم يقع تحليل دم نشوفه نسبة الهيموغلوبين في الدم خطرش تجم تكون اطيح برشا وما يزمعش نستنعو حتى تصير تعقيدات كبيرة يزم الصغير هذاك يقع ومثلا تخونس فيجيون معناها نعطيها شوية دم كما قلنا احنا 250 مليليلتر في الولادة و500 مليليلتر حتى للستة شهور معناها السيطرة اذا كان النفخ كبير معناها نجي ميكون 30 40 50 مليليلتر وهذاك تتسمى نسبة كبيرة بالنسبة لعمر متاعه بالنسبة لكمية الدم اللي عنده باعتبارا انه أقل من ستة شهور وقتها يزم تدخل معناها ترانسفيزيون معناها صنغين باش متصير تعقيدات للقلب لطفى عليك يحيي جبلنا ميل الدكتور دكتور يزمنا نحركوه الصغير كتير من مسوهوش بديتو بسم الله عليك دونك مسال نحا بسم الله عليك بسم الله عليك نقعدون نراقبو قلنا اذا كان قل مستشهور نعملو التحليل هذي لا مثلا اذا كان طاح هو مهوش فيق وتاح في معينة شو نعمل نهزو خليه حتى الاسعاف يجي ما عاشي تقولك ساعات هنا غال ما هو في الزاكسيدان قولك خليه ريكح كما هو متمسوش رأي تحريك مش في بلاستة تنجم تتسببلو في حتى إعاقن هاريخر معناها لكن ما ما هو خطرش الصغير ما هوش كما الكبار معرّض مثلا الكسور في العمود الفقري والكل دونك كما طاح تهزو أم بلوك تمشي بيه للمساحة ولا لسبطار الأم ولنبو سيبو معناها مثلا مش كما عند الكبار مثلا في حوادث المرور ثم وضعية معينة يزمو يقت فيها الحادث وحت يجي للإسعاف منها أسكن المكان متاع الإصابة معناها على جنب المين على جنب المن قد مرال قراص من تلي تشكل خطورة ولا أقل ضرر من أي إصابة أخر لا إذا كان ما صرلوش معناها تعقيدات معناها قعد الصغير واعي وما لم يكن حتى مشكل المكان ما عندوش مشكل إذا كان الصغير صرت له حالات متاع سرعة مثلا معناها تعقدت حالته بسرعة وقت تبيع المكان الخلفي ديما أخطر من أمامي والجنب كيف يصار أخطر من اليمين تبيع وقت تدخل أما إذا كان صغير من ناحية الدماغية ما عندوش أضرار أخطر المكان بي هو ساعات نلقيت في جوجل يقول لك إذا كان صغير وحد أحد يقول لك تسأل بش تشوف تبع فيك بعينيه ولا مش تبع فيك بعينيه شنو صار لك يتفكر شنو كيف صار التالة تيح تقول بيحاول اقف امشي شوية بش نشوف ويقف معنا شد لاتيزان متاع وإلى لا منصوح بيها إذا كان الصغير معناها عمره متقدم شوية معناها في السنة ونص سنتين معناها بدأ يقف وبدأ يمشي مثلا حتى على يديه معناها منصوح بيها إذا كان مازال صغير معناها أقل من 6 شهور لأقل من 9 شهور معندك حتى طريقة اللي تجم تتراقب بيها سوف أنه تغذل معناها يتحرك عادي يتبع بعيني عادي ولي ما يتبعاش فايق ولي مش فايق في ذلك الحل الوحيد ما نحن نحكي وخاصتنا على الصغار برشا في العمر الموين الوحيد أنه في غيبوب ولو وش في غيبوب فوق السنة فوق السنة ونص وقت اللي بدأ يمشي وبدا يتحرك وقته تجم تجم عن الحواج اللي قلت عليها هذو ومعناها تجم تتبقم عليه خطريش كي ما قلنا ما هوش حادث متاع مرور ما تخافش على العمود الفقدي دونك ما تمشيش كي تحرك واتمشي ما تمشي حتى مشكل فانتك كيفاش توا دكتور نعفو إذا كان الصغيرة دي تعرض العنف وإلا تسلط عليه عنف ولكن فما سوء معاملة لي أديت أنه نصير صدمات وإلا ضربات خايبين باش على الرأس دونك هذو ما احنا توا في الكموسيون قلنا الحالات هذه إذا كان ولا بس عليه الصغير ومعناها طاح وبعتليك ولا نغمال بعد وقت صغير معناها ما تمش دي سويت مش لازم نتقلقه وإذا كان ثم مشكلة فقد الوعي تصرع مثلا قعد يرد برشا ولا راقد مشكمة العادة عنده ضربات في رأسه مثلا معناها جرح كبير ولا حاجة هذا يدخل مبقاش كوموسيون سيغيبغال سامبل مبقاش ارتجاج سامبل وقته يجب نتعداول للمرحلة متاع السكانير وإذا كان خاصة في العمر هذا إذا كان طيحة عادية معناها كما نحكي والساعة من لندو من أمو شادته فلت لنها جنرال في بضعة ساعات أقصى تقدير 24 ساعة إذا كان ما تم حد شي الباس الصغير يكون والسكانير والحاجة اللي ممكن تصير هي النزيف خارج الغشاء متاع الدماغ تحت العظم يكون الريس كذي بعدنا لي ما تمش حتى أشكال بالنسبة للحالات اللي هي تجي للطبيب وما يعرفش هو مخاطرش العائلة ما تقولش العائلة ما تقولش ساعات وقت اللي تبدأ ثم عنف شفيش يقول لك ضربته والبو واللوم والمربية متاعه ما تقولش دونك احنا وقتها ثم علامات اللي الدل لأنه الصغير هذي متعورز للعنف معناها لأنه الفمية بتبيع بخوش سوال البو واللوم واللي مثلا المربية صغار هذو ما اللي نحكي وليم احنا خاصة لأقل من عامين فهمت ما يقولوش ثم عنف متصلة ثم علامات الدل على أنه الصغير اتعرض للعنف وهذو ما دونك اللي نسميهم احنا المالتخيطانس المالتخيطانس هذو ما يتقسم على زوز معناها زوز مجموعات كبيرة المالتخيطانس معناها بيبي سكوي المتلازمة هذي متاع الرضية اللي يقع تهرويش اي اي والنوع الثاني البيبي كاريمن باتو معناها وقع تعنيف معناها تعنيف وضرب هذي كالحالة الثانية بسيفة عامة هذو ما يجيوا بعلمات واضحة معناها الصغير مش طاح وفاق ولا لبس عليه والكل تلقى الصغير يجي في حالة غيبوبة معناها كي نستعملوا مثلا المقياس متاع الجلاسجو مش تلقاوها قل مثل 13 مش تلقاها الصغير معناها في شبه في شبه معناها كوما معناها في حالة غيبوبة تجم تكون حتى غيبوبة مخترة معناها تستوجب التنفس الصناعي وتستوجب معناها الإقامة في العناية المركزة هنا أنت المسؤول عليه الصغير أمه والأبوه والمربية تقول لك طاح لي باش نعرف وإحنا وقع عليه تعنيف إذا كنا يقضوا وإحنا البيباسو كويه ذا اللي وقع هزين ومعناها خذوه برشا ثم علامات أول حاجة في السكانير السيغيبال مش تلقاو نزيف تحت الغشاء دماغي معناها إذا كان العنف صار في الأسبوع معناها أقل من أسبوع ما عندوش أكثر من أسبوع كي نعملوا الكشف متاع قاع العين مش نلقاو نزيف في الشبكية معناها نزيف في أماكن متعدة في الشبكية من الداخل إلى الخارج متاع الشبكية أطراف الشبكية ولاحظوا زادة في الحالة متاعه الصغير هدايا ويكون هو جنيغال معناها ما هوش معناه يكون يتعالش في عناية مركزة واللي في قسم معناها جراحة دماغ في الحالة دي اللي يحث وكونه يعمل برشة حالة سرعة يرد ياسر يبكي ياسر إذا كانوا صغير برشة في العمر دونك وقته نفهم وكونه صار عليه عنف وخاصة إذا كان عناح نزوز علامات هذوما النزيف الشبكية متاع العين والنزيف تحت الغشاء الدماغي اللي هو لما توم سوديران هذوما تقريب بنسبة 90% ثم عنفع الصغير النوع الاخر اللي هو الباتو معناها الانفان اللي وقع له ضرب اختير تلقى زادة في السندروم دو سيلفيرمان متلزمت هذه السيلفيرمان تلقى الكسور في القفص الصدري تلقى حتى كسور قديمة وجديدة معناها الصورة نعرفوها تلقى كسور عندها مدة وتلقى كسور جديدة حتى كسور في الاطراف ثم حالات اخطر بخلاف النزيف تحت الدماغ حالات نقص اكسيجين في الدماغ معناها نسميه لانوكسي تلقى تجلطات متعدة في السكانير معناها إذا كان قينا الوقت باش نعملوا اياغام بعد مش لقاهم معناها في الياغام وهذه هما علامات واضحة متاع عنف وهنا يلزم الاعلام معناها الطبيب يلزم يعلم الصلاط في البلاد معناها كونه الصغير العنف معناها حيات في خطر وحيات خوات إذا كانوا في وسط العائلة متاع وإذا كان مربية الأطفان اللي معاه حاجة في خطر يلزم تقع انكات باش نتفاد و الخطراش يزمن نعرف كونه العنف المصلط على الصغار يعطي تقريب نسبة وفات بعشرة في المية و يعطي زاد تعقيدات كبار وإعاقة كبيرة في المستقبل عضوية ونفسية الزوز وتأخر في الدراسة بعد وكيما قلنا التعقيدات هذه تجم تكون مختر برشا يعني الصغير ينجم يقرم ينجم ما هوش قابل ينجم يكون عنده نقص في الكلام ينجم يتكلم عنده نقص في بعض الأماكن الحساسة في الدماغ السماع الكلام مضرخة صارت حالات نزيف متعدة إذا كان ما فقناش بيه من الأول صارت حالات نزيف متعدة ومتكرعة الدماغ إذا كان ممشيتش للوفاة مش تمشي لتعقيدات كبيرة ونحن نعرف زيادة حاجة أخرى هذو ما عند الصغار رغم هما أول سبب في الوفاة عند الصغار يعني الناس اللي نشكوا كونه ثم عنف على الصغار وكما قلنا العلمات العلمية واضحة يلزم هذو كما يقع أعلام الصلاط معناها المعنية ذلك وثم تتن دمارش معناها الطفولة والكل بش الصغار هذو كم نجمو نحميه معناها نحميه الصغير هو والصغار اللي مع أخوات وإذا كان سيجيد معناها فاميليال واللي نغيس وإذا كان حاجة معناها منه هذا يجبنا نحميه هو نحميه الصغار الأخرين فهمت ثم حاجة أخرى الصغار الكبار شوية في العمر وعندهم معناها تصرفات أجيتي برشا هذو ينجمو يسبو للوحم صدمات رأسية لأنه الصغير هذو أجيتي هذو يلزم مراقبته ما هو عنف قاعدة تصلت عليه لكن هو أجيتي يزمر الوالدين وفي المدرسة وقت اللي دخل سلم المدرسة تاقع مراقبته أكثر من الصغار الأخرين ثم دي الفان هكا معناها تخيز جيتي معناها مشكي ما بقية الأطفال ويعملوا معناها دي سير كونسطانس ريسي ديفانت معناها نجمي متوقعوش شي يعمل اليوم يطيح منساس عالي غدوي ينجز من بلاصة ما ترش علي معناها يلي تصرفاته غير متوقعة وهذا ما ينجم يعرض رواح معناها الاختار هذك عليش يتباح أكثر من غير بالنسبة للصدمات التي يصير عند الولادة دكتور بالنسبة للصدمات التي يصير عند الولادة هي وقت اللي نعرف أن الولادة هي أصعب مرحلة في الحياة متاع الإنسان وقت اللي هذك الدقائق اللي مش تصير فيه من الولادة ساعات الصغير مبرمج أنه مش تولد ولادة عادية معناها مش قيصرية تصير تعقيدات عند الخروج الرأس معناها من الحوض متاع الأم الرأس ما يخرش في الوقت المناسب تصير كل بلوكاج معناها عند الخروج مثل البرزانتاسيون متاع الرأس ما تصيرش معناها بالطريقة اللي تعديه من الحوض معناها الحوض العلوي بصيفة عادية دونك ينجم وقتها يحث الموالدين متاعه كسوال الساشفام والجينيكولوج باش يستعمل معناها طرق متاع التوليد السريعة لكن اغريسيف معناها اختيرة كسوال الموالدين نسميه الفنتوز الفورسيبس وهذا باعتبار ان الجمجمة متاع الصغير بطرية بطرية معناها ما هيش ما هيش سوليد تنجم تصير معناها الضغط عليها وتصير كسور معناها عند خروج الرأس معناها كسور في الجمجمة نسميهم اللي كسور معناها مستقيمة معناها موش العظم معناها ثم العظم يسنفنس معناها في الداخل تسمى انبارور واللي يخرج البرى العظمة كاريما تتفك من بلصتها وتقعد تحت الجلدة تسمى اكس بارور واللي تنجم تصير حاجات معناها كما اللي حكين عليهم الساعة في الحوادث الأخرى النزيف تحت الغشاء معناها اليماتوم سودورال واللي ايماتوم في وسط الدماغ في عمق الدماغ واللي في عمق المخيخ جروح تجم تصير جروح معناها في الجلدة متاع الرأس خطيرة لأنها تكون تنزف معناها بسيفة كبيرة وذيك يلزم يقع كما قلنا معناها الساعة المعالجتها بسرعة معناها نعطيها الصغير الدم معناها بسرعة ساعات تذيك الجروح والنزيف تنظر بوجود مرض في الدم معناها ويراثي نسميه احنا اليموفيلي شي اللي قخصان معناها عند السيخة وعند الولاد ناقص على نتج على نقص في المواد اللي تتخثر الدم معناها كما اليموفيلي هذا سيديو عن ديفيسيت ديو فاكتور ويت دو الكواغولاسيون معناها الرقم الثمانية اللي يعطي تخثورة الدم تبدأ ناقص وتكون هي فرصة باش نكتشفوا المرض هده عند الولادة صغير ينزف بطريقة غير عادية فمتد دون كيزم تاقع النعاش متاعه الصغير هذو ما معارضين زادا كما قلنا حيط ينجم يصير نزيف في الدماغ معارضين للصرعة دون كيزم معالجة الصرعة في وقته ينجم يتعرض الخاصة في الولادة أخطر أخطر حاجة هي الزانوكسي سيغيبهال معناها النقص في الأكسجين عنده الخروج اللي مش يعطي باتليك التجلطات في الدماغ والتجلطات هذيك تعطي في المستقبل إعاقة تجم تكون إعاقة كبيرة إعاقة غضوية وإعاقة معناها حتى في مراكز النظر ولمراكز السمع دون كيزم يزم التاقع معناها معالجتها مباشرة عند الولادة ونحاوله معناها ندفع ديو في أقصى الحالات معناها الحاجات الاختيرة هذي مرحبا بيك أختي يعطيكم الصحة على الموضوع وبرك الله فيكم مرحبا بيك دكتور يعطيكم الصح عيشك مرحبا بيك تفضل بربي انا بربي انا انا طول بتبنتي لفين سيس جنبير دميل وينتين ايه اه خدمت الولادة ايه خدمت الولادة معناها وقت اللي خرجت خد مهم بو قاعدت شهر ومبعد خرجت لباس بعد اربعة شهور كعمرها اربعة شهر اعطاوني عملت الها اسكانير وتصوروا الكل كل طوفا بيان بيطاوة امرها اه بيانتوطا منعا اعطاوني البيالبيناء الوقت هكيد الدكتور يعرفوا مغير ما نسمي ودوياتها محمداي معناها نعملها اربعة شهر ونحلوه في 10 مليمتر اربعة شهر ونحصلوا لها حتى لقبري باستة شهر من بعد نحطهولها امه وما نعرش معناها اسكن ان نرجع له نحطة بيها معناها اسكنير لباس وانا وقت ارجع الكونترول مفيد تسأله ما اسكن البيالبيناء الواصر بيه بغير ما نسمي ودوياته محمداي بارك فيك سامحني سامحني بربي سامحني نجابوها دكتور إذا كان حالتها معناها نموم تاحها طبيعي وتاكل عادي وما يلاحظش عليها أبوها واللي أمها ما يلاحظوش عليها مثلا حالات غيبوبة واللي ما عودت لهاش السرعة هذيك والتخديم ينجم ما يعطيش الدواء وبكل صيفة باش يتأكد من الوضعية متاحها بالضبط ينجم يعمل لها تختيت على الدماغ تعمل لها دكتور وطلع صفا في الخمسة شهر ربا يوخ أمرها خمسة شهر معناها أنت تول تستنى النموم تاحها وقت اللي يكمل النموم تاحها حتى العمين معناها يتصير المشي ويصير يبدأ الكلام والحركة والفهمين والكل إذا كان توفا بيان سيبون إذا كان قيت مشكلة معناها في السنتين وقتها تجم تعمل إيغام على رأسها وتعاود تعمل تختيت ما تم حتى أشكال بي هي جزء دكتور خدمت كيما في آخر حاجة حكينا نتوفي المشيكل متاع البليدة صدمت نفس الموضوع أكيد صارت لها متأخر في الخروج دونك صار لها كيما النقص الحاد معناها في وقته من الأكسجين والنقص هذيك ما سببش هذيك الاليزيون دينفينيتيف متاع التجلطات وخدمت في الوقت هذيك واللي حتى بعد سبور وبعطيك تنجمتوا وغنتر دون الأرض معناها الحمد لله وتبشي شكل يعطيك صحة دكتور غلاي خليك نعود وفكركم الموضوع عن اليوم ما هو صدمة الموخ عند الرضع والأطفال وحضر بحدنا دكتور شكري شتورو طبيب مختص في جراحة الدماغ والعمود الفقري مرحبا بتاليفونتكم على الـ 31-380-000 رجعنا لكم من جديد موضوع عن اليوم ما هو صدمة الموخ عند الرضع والأطفال وحضر بحدنا دكتور شكري شتورو طبيب مختص في جراحة الدماغ والعمود الفقري مرحبا بتاليفونتكم على الـ 31-380-000 نشور بومهل معنا رقوف مرحبا بيك رقوف أهلا عسلامة مرحبا 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 يا رقوف كان بحديك رجو ما غادي رقوف سكر واسمعني كلمة تاليفون معاوكي يا البرك حضلا مرحبا بي يا ربي يفضلك مرحبا بيك دكتورو معاك مرحبا بل ليه بشنا نفسه للدكتور انا عندي ولدي يقرأ في السنة ثانية مهم وقبلنا ينجح للسنة ثانية معنا في السنة لول مهم وخمسة سنين وشوية كاك مهم وستة سنين فهمتني مهم عملنا طاح يلعب بين زوز فتعيات هكا متعلق عليهم بيديها زوز ياخي فلتت يد من يده طاح على جبته فهمتني طاح بكله على جبته بيطوت فالسنة جبته منقدع مشهيرة اللي صار دخلة تتبق يقولوا احنا ريت حاجة تتبقت لداخل حاجة جبها نتيعه منقدع احنا في العادة موكي يتيح لولاية منقولوا احنا تتنفخ له تكنفر هكا وتتنفخه وكل شي تخرج لبرة هذي جيته كل غطسة الداخل فهمتني ديريك تتجعت انا كل حفرة ولت له فهمتني كتتكسيرة ولا شني ديريك هذيت السبيطار هذيت السبيطار بات سعدون اعملت لهم متع صغار فهمتني عملولو تصوير وكل شي وقالولي يسهلوني معناها ردان كذا معناها ما رخلتل هم لا قالولي لحد لين رباس بش تقعد بحذانا معنا حكيت اربعة والخمسة سوية قال يتبيب بسي يتأكد فهمتني فماش معناها مخلفات كذية في الوقات هذية ولبس بون قعدتل البلاسة حمرة فهمتني اما وكل منفوخة شوية فالبلاسة هيكة شوية قعدتل معناها دي مكاكة من وقتها لحكي عندها قريب عاميا تو فهمتني ما نعرفش عندها مخلفات خائبة كيتمسها دوب ما تمسها بيدك هكة جلدة من بره تحمار هكة شوية فمتني ما نعرفش شمية لحكي معناها يستحق فكان آري على طول المدى عندها مخلفات لها لك عليش عابة تنسل الدكتور اي هو وقت اللي طاح طيحة صغيرة معناها حسب ما تحكي اه اي زود فوت عياد بيصوف نحكي وما فقدش الوعي وقتها سيروف ما فقدش الوعي لا لا وقتها لفقد وعي لحد شي اما اللي غريب في العمر اول مرة نشوفها دكتور كونه سيحة اللي جبت ومقدم سيحة اي عملت دخلة الداخل كتة تطبيقة الداخل وطو الوقت الحاضر الجبهة عادية واللي ثم هيك الدخلة اللي تحكي لها لا ما عادش هذيك الدخلة بتوى للمدة ولت دوتوت المنضعيد كتشوفها عاملة كل مكوربة شوية هكا نقولوا احنا ما عادش مستوية من الناس يرقل كما قبل فامتني الشيرة اللي صار هذيك اللي تح عليها ولت عبارة فيها قعد فيها شوية هكا مفاخ فامتني ودوم ما كتحط عليها سبعة كتحط ساعات دوب ما نحط عليها سبعية تحمار معناها فامتني تحمار تحمار تتنح ترجع لون هالجلط العادي اكيد ما عارش هذيك تخوف ولا دكتور شوف هو إذا كان الجبهة معناها عادية كما تغذر للشيرة اليمين والشيرة اللي صار معناها ثم دخلة حطني نكمل لك اللي نخاف منه ساعات أنه العظم يتكسر ويدخل داخل حسب ما تحكي انتي سيبالو ما ويش الحالة متاع ولدك لأنه العظم متوازي كما اللي صار في الجبهة هكا ولا شوية انفاخ في الضربا شوية انفاخ في الضربا هذي كان انفاخ هذيك ينجم يكون في الموقع هذيك عنده أوردة معناها تحت الجلدة وشرايين تحت الجلدة حساسة شوية صار فيها كي نزيف فيها الوقت وقت اللي طاح من سنتين التالي وقعدة المنطقة هذيك معناها الشرايين والأوردة متاحها معناها حساسة شوية كي تنزل عليها كي تمسها معناها مش تتغير لو انها مش كيمة بقية الجلدة متاع الجبه فهمت لكن الحاجة اللي ننأكد لك عليها كونه ما ثم دخل في العظم اللي هو احنا نسميها أمباغور والطيحة انتي حاس ما تحكى لها مايش طيحة اللي تج متعطي الكسر مع دخول العظم الداخل دونك ما ثم مش داعي باش تخاف وبكل سيفة اذا كان قعده عندك شك معناها دون زون تج بتعمل سكانير تتفقد باش نشوف التركيبة متاع العظم في المنطقة هذيك ومتاع الجلدة في المنطقة هذيك لكن انا نأكد لك كونه حسب ما حكيت مثل ما حتى اشكال الحمد لله طالب لطف عليه سيرقوف نمشي لتونس معنا هادية مرحبا بك هادية اه يا عسلامة مرحبا عسلامة عسلامة عملي بنتي طاحت وقت عمرت فيه عمر عشرة فيه طاحت عملت قعدة عمليا في غيبوبة وبعد عملت عملت عملية وكيفيقت مبعد هي تحت عجيها لسار عندها ثقها ليمين تلقاعدة ما تحرك كاركرة شوية عم فانتني عايش وبعد الصباح معناها تفردت وكل شك طاحت عمرها عشرة من النهار لتحت طاحت معناها رحلة معانية مع القرية عندها نقف في التركيز عندها رتار في التركيز معناها التو فهمت ما بتنجل تعاونها على القرية التو ضربة هي اللي معناها تثبت لها مشكلة هذه معناها شوف في حد ذاته ما وش مختر وقت اللي يقع التدخل الجراحي بسرعة معناها من الحادث حتى للتدخل الجراحي معناها في ساعة تقريب يصير تدخل جراحي ما عنده حتى إشكال لأنه هو نزيف خارج الغشاء الدماغي معناها ما بين الغشاء وما بين الجمجمة وقت اللي نتأخره ساعات في العملية لخاطر المريض يكون بعيد برشة مثلا معناها ثم وقت اللي غالب تعدى لخاطر ظروف عندك وقت شقان جاء مؤخر جاء مؤخر الظروف متعدة ينجم يسبب بعض المخلفات كي ما حكيت أنت الحركة للنص المقابل معناها إذا كان لم توم على اللي صار مش تكون الحركة متاع الشترليمين والعكس بالعكس وينجم يسبب معناها نقول وإحنا إسكيميك معناها تجلطات في مناطق في الدماغ مقابلة المتوميك سخد يغال تحت الغشاء وهذا ما ينجم بالفعل معناها ينجم يعملوا مشاكل بعتليك في التركيز متاع القراية والكل أنت عملت ليش إيغام البنية إيغام عملت صغف كنير وقعدت نتبع فيها كل عام على العملية إيغام معناها دي كنسيكنس على الدماغ معناها اللي نجم يفسر النقص التركيز ونقص الدراسة وتعمل تخطيط فهمت بما ساعات تم حالات متاع شحنات كهربائية حتى ما تبانش سرعة معناها واضحة تكون غياب متاع عدة ثواني ما ينجم ما يفيقش به الوالديين ما يفيقش به المعلم دونك التخطيط واللي يغام يعطيوك الجواب الصحيح واشنو اللي تجم تعملوا باتليك فهمتنا نعطيك الساحة ان شاء الله بلوطف عليها مادام هادية نمشو لسويسرا معنا محمد مرحبا بيك محمد اوه عسلامة عسلامة سيدي مرحبا تغضل بالله عندي سؤال نحن نسئله للدكتور اي تغضل عندي والدي ثمانية جماعات في 2018 تحلي من فوق الطاولة طاولة اللي ينبدلوا عليها الكوش فانتني فتاح هزيتوا الاسبتار معنا عملوا للياغيم اللي حكي عليهم دكتور وكل وابقوا عنده نزيف داخلي مبين معنا البرم المخ مبين الجلدة والعظم فانتني وسميوها سبتوغال بلوتونج عابت نسئله وين انا اسمع فيه يحكي قال اللي فمه معنا خفان لتفل اخي طفل الاربع جماعات ينازم كيخفضوه معنا يفيل وسبدوغال بلوتونج اهي كي الطفل والإبنية وقت اللي تبدأ مرها اربع جماعات المهم حتى للسنتين راهوا من نهار لول متاع الولادة حتى للسنتين قبل ما تتسكر الجمجمة بالكامل وقبل ما يتسكروا هذوكم الفتحات الامامية والخلفية الجهاز العصبي ثم أوردة ما بين الغشاء الخارجي وما بين الدماغ بالخضان الأوردة تنفتح وتعمل هذي المتومسو ديغال اللي اللي تواحكيت عليه هنتي وهذوكم سيدو كيما قلنا احنا للدشورير دي 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 معنا هذو ما اللي اللي عبارة قنطرة ما بين الغشاء الخارجي والدماغ ويعمل نزيف داخلي وينجم حتى يكون معناها النزيف مخطر معناها يزم استدخل جراحي في بعض الحالات اذا كان نزيف صغير برشا مثلا السمك اي اذا كان السمك متاعه ميفوتش ثلاث اربعة مليمترات معناها ينجم يتحسن وحده والصغير معناها يبعتليك انه مو يمشي عادي ومثلا حتى مشكل وقديش عمرها البنية والدي طالعه عمره 4 سنين وبرسك منلي عمره معناها أقل من العامين يسوق ترنتين ونرمال عاجل لا باستوى لبس عليه لبس عليه هما معناها قالوا لي الناجم يكون مخفان ما نتصورش أنا طفل ولا بنية في عمر ثمانية جمعات يتخذ وما نتصورش يصير لولا النزيف داخلي كرومة تتكسر لا لا ما تتكسرش لا لا ما تتكسرش كرومة البيبي يصير نزيف داخلي تصير على دماغ أكثر من العمود الفقري لكن أنت يقول طاح أنت الغيبانس عندك أنا عربي تونسي يعني يخزنون بخضر أخر أنا وصل وقت الشتفية اللي قالوا لي النجم صار فيها تحقيق وخف لا لا أنت لا متلوم وش عليهم خطريش لما توم سو دغال هذك راهو ديما يدعي للشك للمالتخطان سفنت دونك سي لوجيك الدماغ شمت أما ما ديم الصغير لباس لباس محمد لباس الوقت دكتور شاء الله بلو تفعلي سي محمد عددك ساحة الدكتور بركة معايشك دونك بحدينا دكتور شكري شكري طبي بمختص في جراحة الدماغ والعمود الفقري شكرا ياحي شكرا لأمين شكرا لزملائنا في ايفام تيفي معاها جهة الطفلة بتعلم فترفيكم ميت ومعاش عندي وقت أطول كامل باي باي